بكرة إن شاء الله بشمهندس مصر بتحتفل باحتفال أفريقي كبير اختيار الأفضل في القرى الأفريقية في 2019 من خلال حفل كبير بيقام في الغرداء في منتجع في ساهل حشيش نخبة من نجوم العالم ومسؤول كرة القدم الأفريقية في ضيافة مصر في هذه البقعة الساحرة على شاطئ البحر الأحمر وكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الآلي اعتذر النهاردة الحياة عن الدعوة الكريمة اللي استقبلها من الاتحاد الأفريقي لحضور هذا الحفل الكبير للظروف الصحية راجع من رحلة العمرة فمحتاج يريح أكتر شوية وكان السفر كمان للغرداء قد يرهقه شوية فاعتذر للساز أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي وتمنى لهم التوفيق وأكد كابتن الخطيب على ثقة الكبيرة في قدرات كل الكوادر المصرية مع الاتحاد الأفريقي على إخراج هذا الحفل بالمستوى الكبير اللائق شو خلاص مصر كسبة الرهان التنظيمي ما من مرة تتصدى وتنظم بتتفوق وبتبهر عبال الرياضة ومستواها وإدارتها مطال حق بهذه القدرة التنظيمية كل أنظار العالم تتجه إلى حفل الغد لأن طبعاً النجوم الأفرقى بقى لهم بصمة كبيرة جداً على مستوى العالم يعني لما مني وصلاح ومحرز يتنافسوا هم كمان بيتنافسوا داخل الدور الأقوى على مستوى العالم على هذه الصدارة فأنت بتتكلم على لعبة عالميين خلاص تجاوزوا الأفاق بقى لهم ولذلك يعني الهمهمات اللي بتقول إن محمد صلاح يمكن ما جيش لا أتمنى أنه يجي لأن دي في بلده وفي الجونة وبعدين يعني لأ عشان ما حدش يقعد بقى يفصر لازم يجي محمد صلاح ويفرح إن شاء الله وهو الرجل لا يضيره الأول أو الثاني أو الثالث لعيب عالمي بكل المقييس صحية مش محتاج يثبت حاجة لحد